أخبار المخاوف من أزمة غذاء عالمية تترافق بشكل يومي مع أخبار الحرب في أوكرانيا كييف التي تعتبر من أبرز مصدري القمح في العالم تعلن فتح مسارين عبر بولندا ورومانيا لتصدير الحب في محاولة طبعا لتجنيب العالم أزمة غذاء فهل المساران المتحان سيلبيان الحاجة الدولية؟ تفاصيل أوفا مشاهدين في هذا الملف ضمن هذه الفقرة مع زميلنا روبير النخل تداعيات الحرب في أوكرانيا ترعب العالم وتهدد بأزمة غذاء عالمية نتيجة عدم القدرة على تصدير ملايين الأطناء من الحبوب تقول كييف إنها تحاول شحنها برا أو نهرا أو حتى بالقطارات كييف أعلنت أنها فتحت مسارين عبر بولندا ورومانيا لتصدير الحبوب لتجنب أزمة غذاء عالمية إلا أن الاختناقات أبطأت سلسلة الإمداد هذه وفق نائب وزير الخارجية الأوكراني من ناحيتها تبدل روسيا استعدادها لسماح بتصدير الحبوب من الموانئ الخاضعة لسيطرتها في بحر أزوف والبحر الأسود وهي موانئ ماريوبول بيرديانسك وخيرسون إلا أن موسكو تشترط إزالة كييف للألغام البحرية وهو ما ترفضه السلطات الأوكرانية مسار آخر قد يشكل حلا لأزمة تصدير الحبوب وهو من خلال بيلاروسيا إلا أن أوكرانيا عارضته فيما اعتبرته الليتوانيا غير مقبول لاعتبارات سياسية في ظل هذا المأزق أفادت تقارير بأن تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة تعمل على خارطة طريق بالتنسيق مع روسيا لإطلاق ممر آمن لتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية تحت رعاية أممية اتهامات متبادلة بين كييف وموسكو بشأن التسبب بأزمة تصدير الحبوب من الأراضي الأوكرانية فالمسؤولون الروس يلقون باللوم على العقوبات الغربية ضدهم بينما تتهم أوكرانيا القوات الروسية بسرقة ألاف الأطلال من الحبوب من مناطق أوكرانية تسيطر عليها موسكو نرحب بضيفنا من عمان الخبير الدولي في الأمن الغذائي منصور الدلقاموني أستاذ منصور في هذه القراءة الاستراتيجية للتطورات الميدانية على الأرض الموانئ ترعب العالم ولكن القلق يتضاعف مع غياب الحلول أي دور تناط به الأمم المتحدة مع غياب الدور التفاوض إن كان الروسي التركي أو حتى الأوكراني الأوروبي الله يسعد مساك أول شي شكرا لك على هذا التقرير الوافي بالشرح شرح وافي عن موضوع المسارات التصدير للحبوب اللي هي تواجه مشكلة في عملية سلاسل الإمداد للحبوب أو القمح الأوكراني إلى دول العالم ولكن بداية قبل ما أجيب على سؤالك بس أنا أحب أعطي مصلاح جديد أنا مثل ما تفضلت زميلتك قبل شوي وتحدثت عن الموضوع العسكري أنا ممكن نطلق عليها أنه أصبحت أيضا الحرب الأوكرانية هي حرب غذاء وليست فقط حرب عسكرية فهناك ورقة اللي هي يعني روسيا تستخدمها أيضا في الحرب وليست فقط على المجال العسكري إنما تستخدم ورقة الضغط الغذائي لأنه نحن نعرف مشكلة تصدير الغذاء وخاصة الحبوب من أوكرانيا وما سببته من أزمة الغذاء عالمي أو كانت أحد المسببات في أزمة الغذاء العالمي وأتوقع أن هذه المسارات التي ذكرت في تقريركم روسيا لن تقبل بها روسيا أتوقع ستستخدم مسارات التصدير كورقة عسكرية يعني ستوافق مع الأمم المتحدة أو بدون الأمم المتحدة بانفاوضات مباشرة مع أوكرانيا أن يتم تصدير الحبوب عن طريق مسارات هي ترغب فيها يعني لن تسمح بأي مسار عن رومانيا بولندا بيلاروسيا أي مسار أنا أتوقع روسيا لن تسمح بهذا الشيء هذه المعادلة أستاذ منصور العقوبات مقابل الغذاء هنا تستخدم موسكو هذه الورقة قورقة ضغط لرفع العقوبات الأوروبية القاسية والغربية أشكرك هي مثل ما تفضلته على أرض الواقع على الأرض عسكريا روسيا يعني ممكن تكون متفوقة ولكن روسيا تتأثر حتى لو لم تظهر هذا الشيء هناك أثر ولو كان بسيط أو متوسط عليها من العقوبات الغربية وهي روسيا من أجل هذه العقوبات يجب أن يكون لديها ورقة ضغط وورقة ضغط لديها ورقتين الورقة الأولى هي الطاقة أو الغاز الروسي وأيضا بالنسبة للحبوب الأوكرانية فهي ورقة ضغط ستستخدمها روسيا من أجل رفع العقوبات أو تخفيف العقوبات مقابل فتح مسارات تصدير للحبوب من أوكرانيا مثلما تفضلت في تقريرك عملية فتح مسارات جديدة هذه ستؤثر أيضا على كلف الشحن وأيضا ستؤثر على كميات المصدرة وبالتالي هذا ممكن أن يؤدي إلى ارتفاع بالسعر ولن يكون هناك حل يعني الحل سيكون ليس مجدي أن تكون مجرد أن أصدر إنما هو يجب أن يكون حتى السعر مقبول لأنه وجور الشحن وغيرها وأيضا الأهم من ذلك هي أمان القوافق التصدير عبر موانع رومانيا وبرغاريا عبر موانع دول البلسيق وبلندا عبر نهر الدانوب يعني الذي يمر عبر الحدود الجنوبية لأوكرانيا كلها تسقط لموانع لوجستية والارتفاع أيضا كلفة التصدير بين إزالة الألغام التي زرعتها أوكرانيا وبين البوارج أيضا الحربية الروسية التي تسيطر على هذه الموانع الساحلية أين يمكن أن يكون الحل هو الحل هو الأقرب رح تكون أنه بإزالة الألغام يعني رح تستخدم روسيا الورق الضغط أيضا عسكرية بإزالة الألغام وهي الأفضل أو ممكن تكون عن طريق تركية فقط للمعلومة يعني ممكن بس نعطي شوية أرقام بالنسبة لإنتاج القمح كمثال إنتاج القمح مثلا فيه أن دول أوروبية هناك كميات تصنف من العشر دول المنتجة في العالم ولكن المشكلة هي ليست أوروبا أو غيرها من الدول مشكلة الحبوب ستكون أكثر تأثيرا على دول آسيا أو شمال شرق إفريقيا ودول فقيرة ولذلك من المهم جدا أن يكون المنفذ قريب إلى هذه الدول لتقليل الكلف وممكن أن هذا هو السبب الأمم المتحدة تتدخل يعني هي تتدخل من ناحية إنسانية وليست من ناحية عسكرية نحن نعرف أن الموضوع العسكري المتدخلين هم أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ولكن بهذا الموضوع بالذات الأمم المتحدة تتدخل خوفا من حدوث مجاعات وهي بدأت في بعض الدول التي هي الأفريقية الأشد فقرا فأغلب القمح أو الحبوب الأوكرانية تصدر إلى الشرق الأوسط أمام هذه المخاطر وزير الخارجية التركي مولود جوو شوكلو تحدث عن جهود تركية للوساطة في إيجاد حلول سريعة هل هناك فرصة ما لدولة الجوار تركيا وهناك أيضا خشية كبيرة من قبل منظمة الغذاء العالمية بأن الأزمة يجب أن تحل في غضون ثلاث أسابيع فقط كحد أقصى أستاذي الموضوع التركي هو الأقرب إلى الحل وهو أصلا هذا الموضوع تم عرضه من قبل روسيا روسيا تفضل هذا الحل ولكن المشكلة أن أوكرانيا لا تفضل هذا الحل وهو برأيه أنسب حل حتى يكون مجدي ولكن أوكرانيا تعرف أن هذه هي ورقة ضغط روسية يعني هي ورقة ضغط مع أنه هو الحل المناسب ولكن روسيا لم تعرض هذا الحل مجرد للمساعدة في حل الأزمة الغذاء وإنما هي استخدمته كحل لورقة ضغط هذه واحد بالنسبة لموضوع الأزمة خلال ثلاث أسابيع أن تحل لا هذا الكلام أنا برأيي الشخصي هذا الكلام خاطئ الموضوع تأخر الموضوع تأخر يعني مثل إذا تفضلت ورأيته بتقرير مع زميلتك قبل شوي لما كانت تتكلم وكان صور من أوكرانيا إذا شفت الراجمات الصواريخ موجودة في حقول القمح هذا القمح لم يحصد متى سيحصد؟ هذا الكلام يعني هذا انتهى العام القادم هي المشكلة أكبر العام القادم وليست العام يعني ممكن هناك حاليا بعض المخزون من العام السابق من الحبوب ولكن نحن نسأل هذا العام أين محصوله لن يكون هناك محصول لذلك هي الأزمة رح تكون على السنة القادمة الخبير الدولي في الأمن الغذائي منصور الدقموني كنت معنا مباشرة من سجيوهاتنا في عمان وربما هذا تحذير بالغ الخطورة أشكرك جزيلا